بعض الصفات اللي للأسف يعني بتبقى موجودة عند بعض الناس وبعض الإساءات ما ينفعش أن احنا نخفرها يعني احنا بشر في الأول وفي الآخر وغزبا عننا يعني بعض الحاجات كده ما بنقدرش أن احنا نسامح فيها خلينا نتكلم لو إخوات ما بيكلموش بعض بسبب خلافات خلينا نقول سواء ميراث أو أي خلافات تانية يعني شهر رمضان هو حاجة حلوة كده تخلينا أن احنا نبتدي يبقى فينا تاني الرحمة زي ما احنا بنتكلم النهاردة المغفرة العفو عندها المقدرة يعني زي ما دايما بنقول إزاي نقدر نطور في نفسنا يمكن صفة المغفرة والتسامح بالذات في الشهر الكريم عشان نخفر للأساء في حقنا لأن الأمر ده يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة على النفس زي ما حضرتك قلت ربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة جدا على النفس أنها تقبلها أو أنها حتى تعملها لذلك الصبر ده جزاءه عند الله سبحانه وتعالى عظيم ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الأجر ما له حدود ولا له نهاية ولا له وصف يقدر أنه يحيط بقدر هذا الأجر في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لنا عبادات وطاعات فيها من الألفة والمودة بين الناس وخاصة بين الأهل وبين الأقارب نلاقي عبادة اسمها صلة الأرحام صلة الأرحام دي أيا كان الأرحام دول الأقارب دول يعني أقارب أقربين أو في بعد في القرابة كل الأقارب هناك صلة بينهم وبين بعضهم البعض ونلاقي إن كلمة صلة الأرحام كلمة الرحم هذه مشتقة من الرحمة كأن الرحمة دي متعلقة بالتراحم بين الأهل وبين الأقارب كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أولى الناس برحمتي وأولى الناس بحسن تعاملي هم الأهل وهم الأقارب حتى قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فخلق الرحمة وصلة الأرحام ونزع أي شحناء أو كراهية أو خصومة بين الناس حتى لو كان من الأمور المادية يعني خلاف على ميراث فلان قال لكلم لا تليق قال لكلم ما تنفعش يعني هذا الأمر شك أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجل يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله إن لي قرابة لي أهل أصلهم ويقطعونني وأحصن إليهم ويسيئون إلي يعني أهلي أنا بتعامل معهم قويس بيعملوني وحش بأسأل عنهم ما في أحد بيسأل عني فيقول صلى الله عليه وسلم لما الرجل يسأله أفأس أو أقطعهم فيقول صلى الله عليه وسلم صلهم ويقول له لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني أنا لما أجي على نفسي شوية علشان أكون يعني بار بأهلي أكون فيه صلة رحم بينه وبين الأهل حتى لو يعني الأمر بينه وبينهم فيه شيء من المشاكل شيء من الخصومة شيء من الزعل زي ما بيحصل وده طبيعي جدا إن أنا أتقبل الأمر ده وأحاول إن أنا أصلح وأحاول إن يكون في صلة رحم مع الكل حتى من أساء إليه يبقى أنا في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يكونوا معي هذا التفكير اللي أنا أفكر بيه عشان أتغضع عن هذه الإساءات يعني أنا لو طول الوقت أنا اللي بسأل على حد وأنا اللي بطمن على حد وأنا اللي ببر حد صعب إن أنا لو الحد ده ما بيدنيش نفس الحاجة أو حاجة بسيطة منها صعب إن أنا أستمر صعب على النفس إنها تتقبل حية زي كده أصلا حتى لو من أول مرة بالمناسبة يعني النفس إنها تتقبل إن أنا أسأل عن حد وهو ما يسألش عني أو إن أنا أعمله كويس وهو يعمل نوحش حية وفيها شيء من الكبرة أحيانا وفيها شيء من عزة النفس الشواء صحيح وده أمر يعني ليس عيبا في الإنسان إن هو يعني يفكر في الأمر بهذه الصورة لكن إحنا عايزين نقول إن أي خلافات أنا أحاول إن أنا أصلحها يعني مش هينفع برضو إن يكون فيه صلة رحم بشكل طبيعي وبشكل سليم وفيه خصومة أو زعلان مع صاحبي أو زعلان مع جاري أو مع حد من أهلي مش هيتم الأمر أنا لازم أصلح الأمر في البداية وبعدين يكون الأمر فيه شيء من الود وشيء من الرحمة والطراحم والزيارات والسؤال عن الناس أنا دايما أحط قدام عيني أنا بعمل ده لمين أنا بصل الرحم ليه علشان الناس تقول عني إن أنا بصل عنهم لله سبحانه وتعالى ولا لله سبحانه وتعالى لو لله سبحانه وتعالى فأنا لا أنتظر مدحا ولا جزاء ولا شكرا من أحد يبقى أنا دايما أمام عيني كل طاعة وكل عبادة أنا بعملها أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأمتثر في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما أهله لهم أهل مكة أخرجوه من بلده بلده اللي هي مكة اللي هي أحب البلاد ووطنه يعني نشأ فيها وتربى وترعرع فيها حتى قال إنها لأحب بلاد الله الله وأحب البلاد إليه ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرجت أبدا أهل مكة اللي فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأفاعيل لما يرجع إليهم مرة ثانية ويدخل مكة وهو منتصر وهو سيدها وهو شريفها وهو حسيبها ونسيبها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة وهو بهذه الحالة وهم أضعف ما يكون أحد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة يعني يوم قتال ويوم حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه وبطراحمه وعطفه وكرمه يقول بل اليوم يوم المرحمة اليوم يوم رحمة أهل مكة دولهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أن الإنسان يعني مهما إذي ومهما فعل به ما فعل فلن يصل به إلى الحالة التي فعلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فدايما قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ودايما بنقول أن يعني الخلافات بين الأهل وبين الأقارب الكاسبان فيها خسران لا يوجد حديث فيها أبداً